اعرب سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الاعلام عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة فقيد الاعلام البحريني والكاتب الصحفي القدير احمد سلمان كمال الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم عن عمر نهز سبعة وثمانين عاما بعد رحلة عامرة بالعطاء والاخلاص في حب الوطن والابداع الصحفي والاعلامية فقد الجسم الصحفي والاعلامي واحدا من ابرز رواده واساتذته هو الاعلامي والكاتب الصحفي القدير الاستاذ احمد سلمان كمال الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد رحلة عامرة بالعطاء والاخلاص في حب الوطن والابداع الصحفي والاعلامي فقدت الاسرة الصحفية والاعلامية والثقافية البحرينية والخليجية والعربية اليوم عالما من اعلام الصحافة الحرة والمسؤولة ورائدا من رواد العمل الاذاعي وقامة ادبية وفكرية شامخة تتلمذ على يديه الكثير من الصحفيين والاعلاميين وكان بحق نموذجا في الوطنية والانتماء الخليجي والعربي والاسلامي والاخلاص في العمل والكفاءة المهنية عطاءات الراحل واسهاماته المتميزة في النهوض بالعمل العلامي تمتد الى اكثر من ستة عقود منذ عمله في اعداد وتقديم البرامج الاذاعية مع بدايات تأسيس اذاعة البحرين في عام 1957 مرورا بتوليه ادارة المطبوعات والنشر واصدار وتحرير مجلة هنا البحرين في عام 1970 قبل توليه رئاسة تحرير جريدة اخبار الخليج عام 1979 ولمدة 17 عاما واشرافه على اصدار جريدة غالف ديلي نيوز واستمراره في الكتابة الصحفية بجريدة الايام وتأليف العديد من الاعمال الادبية والقصص القصيرة واستحقاقه العضوية الشرفية في جمعية الصحفيين البحرينية وقد تم توثيق سيرة الكاتب والاعلامي الراحل في احد اصدار وزارة شؤون الاعلام بعنوان احمد سلمان كمال عطاء بلا حدود متضمنا سيرته الذاتية وتاريخه الوطني والقومي والاعلامي المشرف وابرز اسهاماته الصحفية ومقالاته الوطنية التي قدمت مثالا راقيا في الموضوعية والكلمة النزيهة والصادقة والحرص على وحدة الوطن وأمنه وتقدمه وازدهاره وتدعيمه لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك